تسمعتي بذلك القضية المغاربة فيما يجيبون العز حتى أنا تسمعت بها ولكن عقل صغر كنت تقول ما نقاع يديرون هذه المغاربة يصنعون لنا صوارخ طيار يصابون لنا شي حاجة لما كيناش ولكن ما كنت تخيل على أنه سيأتي واحد النهار و سنقوم بسلسلة الفيديوهات التي سنقوم بها على مجموعة من العلماء والباحلتين مغاربة ما شي غير جابوا لنا العز جابوا لنا العز والإفتخار ورفعوا لنا رأسنا أمام العالم وعلى ذكر هذه العلماء كينها واحد العالمة مغربية تولدت في المغرب قرأت في المغرب شدت الإجازة ديالها في المغرب باش تولي من بعد المديرة ديال القسم الفيزياء في أكبر مختبر نووي كين في الولايات المتحدة الأمريكية وراكز معي يا حمادي عالمة مغربية عندها أزيد من 140 منشور علمي في الرصيد ديالها وشركات في بزاف ديال المؤتمرات دولية ودارت محاضرات في جامعات كبرى في العالم أكيد كتسأل على شكون هي هاد العالمة المغربية وحتى أنا مغديش نخبيها عليك العالمة والدكتورة المغربية كوتر حافيدي كوتر حافيدي عالمة فيزياء نووية كونت بيانشوغانة مغربية وامريكية في نفس الوقت دبوا واحد القضية كينشي ناس غي يقول لك وها هي قاع المدير حتى ديال وكالات ناسا فاش غيفيدني أنا هاد الشي ما تصرعش غمشيهم عالأمور درجة بدرجة كينش لاما غتتسافد منه في هذا الفيديو اللي عليك هو تركز معي مزيان وتقلس معي حتى للخرض الفيديو وعلى بركتي الله كوتر حافيدي هي عالمة مغربية تزادت في مدينة الرباط وبالضبط في حي بوقرون هاد العالمة المغربية احتى هي كبرت في الرباط وقرات في المدارس العمومية ديال للرباط وشدات البكالورية ديالها في مدينة الرباط في تانويات مولا يوسف في شعبات الرياضيات والفيزياء منين شدات كوتر حافيدي البكالورية ديالها بدك يكبر عندها واحد الحلم اللي كانت يراوضها مني كانت صغيرة وهو أنه تولي عالمة هنا كوتر حافيدي بغت تمشي تكمل قرأتها في كليات العلوم باش تحقق الحلم دياله وتولي عالمة ولكن العائلة ديالها ما بغوش قل لك سيدي حقا بغو بنتهم تمشي تقرأ في كلية الهندسة باش تولي مهندسة ايوه العالمة ديالنا حتى هي ما بغت ليهم شبا غا نولي عالمة هي غا غا نولي عالمة ما كاين ما ولكن المهم بعد واحد الخلاف بسيط مع العائلة ديالها في الخرق تانعو وخلاوها تمشي تقرأ في كلية العلوم جامعة محمد الخاميس في الرباط درت تخصص ديال الفيزياء والرياضيات وحصلت على الإجازة ديالها ومورفش غدي تشد الإجازة ديالها وبغت تكمل قرأتها باش تولي عالمة قدرتك تتعركش القادية شي شوية كوتر حافيدي ما كاش عندها فرصة قاعدة كالفكرة ديال انها تمشي تقرأ على بره وتولي عالمة على بره كنت بغت تقرأ في المغرب وتخرج في المغرب وتولي عالمة في المغرب فاشنو غا ديترا كوتر حافيدي فاش بغت تكمل قرأتها باش تشد دكتورة ديالها في المغرب وقعو دك الساعة شي إضرابات في المغرب من الضكاترة العاطلين عن العمل. فترونات القادية. ونحن نعرف ذلك الروينات عن إضرابات ومن المقاطعة للدراسة. فالجامعات في المغرب هذه الساعة 6 سلوك الثالث. يعني حتى شي واحد مغرب يدفع الدكتوراه حتى التقادل الوضعية مع الضكاترة العاطلين عن العمل. فكوتر حافظي القطرسة أمام خياري. ستقلس في المغرب وضيع واحد عام وعامين بحياتها تحت قدو الأمور. ستقلب على رأسها في شيء آخر. فهنا جاءت فرصة الفكرة أنها تكمل قرائتها على بره. ولي علميكم. كثير من الناس الذين يسمعون شي واحد يعني أن يذهب على بره. ولا عالم ولا دكتور ولا شيء شخصية كبيرة. ما يقول لك؟ يقول لك واها ذكرة هلقاها واجدة. والذين لديهم الفلوس وهم اللي يصفوه. كوتر حافظي كانت عايشة في أسرة بسيطة ناس عادين. عايشين بذلك المفهم دي المعدناش ومخصناش. وفاش كوتر حافظي؟ كنت أريد أن تكمل قرائتها على بره؟ كانت تخصى فلوس، كانت تخصى مصاريف، كانت تخصى روينك حلا بش أنها تخرج على بره تكمل قرائتها. سعائلتها لم تكن استطاعتهم أنهم يوفروا لها هذا الشيء كامل. فتخيلوا معي ما سأترى. العمّة ديالها كانت عندها واحد المضمّة دهب حطها لدوار زمان. فشدتها وبعتها وعطتها لفلوس. هكي يا بنتي سير الله يردعليك. قرأي على رأسك. كوني رأسك ووصلي لك شيء اللي أريد. لم يكن أبدي لديه إمكانيات. لقد عمّة ديالي بعت الحزام الذهبي ديالها. وعطيتني ذلك الفلوس لكي نقرأ عام في فرنسا الماجستير. ترى الناس كيف تفكروا على عقلية كيف تفكرها وكيف يتعاونوا مع بعضياتهم. وهذا الشيء اللي خاصنا في المغرب هو نتعاون مع بعضياتنا ونساعدوا بعضياتنا وشيء يكمل شيء. ويجب الإنسان يتقاتل ويتحارب لكي يصل. يجبها من فهم السبع يا أخويا. لن يجب إحدث قصف في نفس الهدفة ويجعل قصفاًا ويجعله واحداً ويجعل لك واخويا ما عندنا زهر والمغرب لا يعطاناً. يجب إتساوك رأسك بعدها وماذا أعطيتين رأسك أنتر. الله يحسن العوان. ولكن أخويا ستخبر السبب. حيث الرزقك رح لله. ليس على الدولة ولا على المعارف. ولم تقلع المطالب بالتمنى ولكن تأخذ الدنيا غلادة. ويجب أن نقول أننا نقوم بها. نقوم بإذن عن السبب والكمال على الله. المهمة لقد وانتعلمنا. لذلك نتعرف هذا. كيف نريد أن نخرجه على الموضوع ولكن قد يزرع بميساج more. سموح. فالعالمة كوتر حافظي قامت بإمكانت تخصص الفيزياء النظارية. حتى توجد أطروحة دكتورة ديالها كانوا تصفيتها الامريكان إكتما تخلص التجارب في مختبر أمريكي الذي لديه حلاقة مع الأطروحة دكتورة ديالها فهنا لمشأت الامريكان عجبتها أمريكان وعجبها التعامل منهم تماماً وتجاربين فأخذت واحد القرار. اللي اعمل حد تجاربها على فرنسا لتعود أمريكا ليساقق القلايتها تماماً وتولي عالمات المتحدة الأمريكية ويكون له المعرفة في عام 1999 كوتر حافظي حصلت على الدكتورة ديالها ومشأت لأمريكا لتلتحق بمختبر أرجون الوطني ولكن حبث مصباح وانا عليكم مختبر أرجون الوطني ومختبر أرجون الوطني ونسيتم قلت لكم ماذا عن هذا المختبر مختبر أرجون الوطني هو واحد المختبر اللي كان في الولايات المتحدة الأمريكية واللي يديروا فيه بزاف ديال الأبحاث متعددة تخصوصات في العلوم والهندسة وهذا المختبر كانت تعتبر بين أقدم وأكبر المختبرات ديال العلوم والهندسة تابعة لوزارة الطاقة الأمريكية وهذا المختبر فشكانيلا تأسس ما كان ستميته مختبر أرجون الوطني كان ستميته مختبر جامعة شيكاغو لعلم المعادن وكان جزء من واحد المشروع اللي وقيل ستميته مشروع منهاتن المشروع اللي بسبابه تختارعات أول قنبلة نووية في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا المختبر النيت هو أول مختبر تطور المفعيلات النووية اللي يستخدموها في إنتاج الطاقة النووية كوطر حافظي فشكانت يلا هلتحقت بهذا المختبر يعني ما كانت شي عالمة كبيرة وسط هذا المختبر بقات كل مرة كتترقى في المناصب وسط مختبر أرجون الوطني في البداية ديالها كنت كتتخدم فقط كعالمة فيزيائية مساعدة ومن بعد ولت عالمة فيزيائية وفي سنة 2017 تولت بواحد المنصب إداري اللي هو المديرة ديال قسم الفيزياء في مختبر أرجون الوطني وفي هذا المختبر الأمريكي ما عندهاش غير هذا المنصب هذا كتشرف على التسير ديال بزاف البرامج البحثية وسط مختبر أرجون الوطني في الفيزياء النووية والفيزياء العالية الطاقة والكيميا والهندسة وعلم تكنولوجية النانو لأنني ماشي غير كنسير قسم الفيزياء ولكن كنسير قسم الكيمياء وقسم الـ Solid State Solid Matter وقسم الـ Nanotechnology وقسم الـ Cosmology دابا اللي يعجبني في هذا الشيء كامل واللي بغيت نوصل لك من هذا الشيء كامل اللي عودتلك هو أن كوتر حافيدي تحددت قاعد الظروف ومن حي بقرون في الرباط قدرت على أنها تمشي لمختبر أرجون في أمريكا وحققات الحلم ديالها ولت تبارك الله عالمة فيزيائية كبيرة وبرغم يعني من أنها ولت عالمة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية ما زال تمسكة بالوطن الأول ديالها المغرب وما زال عندها حب وغيرة على هذا الوطن وبغى الشباب المغرب يزيد القتان فلذلك هذا العالمة المغربية كوتر حافيدي كان جات مؤخرا للمغرب وإستات واحدة جمعية بشراكة مع جامعة محمد الأول اللي كان في وجدة الجمعية اسمتها جمعية كوتر حافيدي للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا الهدف من هذه الجمعية هو أنهم يساعدوا الطلبة اللي حتى هم عندهم أفكار عندهم ضماغ القرية متفوقين في الدرسة ديالهم ولكن ما لقينش اللي يشد بيديهم ويساعدهم ويعاونهم باش حتى هم يوليوا علماء وبحثين فهذا الجمعية الكوتر حافيدي كيساعدوها الطلبة كيعطيهم مناحة دراسية كيساعدوهم باشتاهم يخرجوا البراء ويديروا أبحاث ويديروا تجارب ويطوروا رأسهم ويزيدوا برأسهم القدام دونك قررت أننا إن شاء الله سنجد هذه الجمعية وهذه الجمعية ستعاون ولدتنا لأن ماشي وليدتنا كلهم عندهم العازيمة والقوة للإرادة اللي عندي أنا وعند عدد داخلين يعني أنا ماشي مثل الواحد النجاح عدد ديال المغاربة كافحوا عندهم قصص انسبيرانت اللي تقدرت وين تحطاك أمثلة لولدتنا باش يعرفوا بأن العمل والجد والمتابرة والكفاح بصدق راكي يصل الإنسان ولكن قلت خصني نعاون هاد وليدت هادو دونك كيفاش غاد يندير غندير هاد الجمعية هادو وهادو هما الناس اللي محتاجين لهم إحنا في المغرب وهادو هما القدوة الصالحة هذا المجتمع العلماء والباحثين والمفكرين ماشي التافهين والتافهات اللي كيقيلوا إروجوا لهم في الإعلام الفاسد وعلى هاد الشي قررت على أنني سأرسل سلسلة من الفيديوهات اللي سأدوي فيها على العلماء والباحثين وعلى الشخصيات العظمى في المغرب لكي الشباب المغرب يستفد من هادو الناس ويتانسبيرا منهم فلذلك إذا كنت ما زال ما مقابونيش عندي في الصفحة دخل وتقابونه وانتظر الجديد إن شاء الله وفي الأخير ما تنسىش تبرتاجي هادو الفيديو باش الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن ديالنس ودومتم في أمان الله اشتركوا في القناة